موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اعلاموا رحمن الله وإياكم أن في الصيام خصيصة ليست في غيره وهي إضافته إلى الله عز وجل يقول سبحانه والصوم لي وأنا أجزي به وكفى بهذه الإضافة شرفا كما شرف البيت الحرام بإضافته إليه في قوله سبحانه وطهر بيتي وفي رواية أخرى للإمام البخاري لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به وقد خاض العلماء في أسرار إخفاء أجر الصيام فقالوا إنه عبادة متعلقة بالصبر والله سبحانه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر والصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان بذلك الصوم ربع الإيمان والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة والصيام تجتمع فيه كل هذه الصور ففيه صبر على طاعة الله في أمره وصبر عما حرمه الله على الإنسان مما فيه شهواته وصبر على ما يحصل للصائم من جوع وعطش وتعب وضعف والمشقة الناتجة عن الطاعات محل ثواب الله عز وجل قال سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وفي حديث ابن عمر مرفوعا الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل ومعلوم أن الطاعات يضاعف ثوابها إما لتعلقها بشرف المكان كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى حرره الله وإما لتعلقها بشرف الزمان كرمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة وفي حديث ابن سلمان مرفوعا في فضل شهر رمضان من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وروى الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه أو قال حجة معي فلما كان أجر الصيام في نفسه مضاعفا بالنسبة لسائر العبادات كان أجره في رمضان أعظم وأجزل لأنه تعلق بشرف الزمان ولكونه فريضة من الله على عباده التي جعلها ركنا من أركان الإسلام ومن أحسن ما قيل في فضل الصيام ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله من أن الاستثناء في الصيام راجع إلى تكفيل الأعمال فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل المولى تبارك وتعالى ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة فيكون بذلك أجر الصيام مدخرا لصاحبه عند الله عز وجل لا يسقط بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة لأن العبد إذا أدى كل الحقوق التي عليه بحسناته فلم تبقى له إلا حسنة واحدة دخل بها الجنة وقيل كذلك إن الصوم فضل لمعنيين أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء والثاني أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو هي الشهوات وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشر وما دامت أرض الشهوات مخصبة فإن النفس تتردد إلى ذلك المرعى وترك الشهوات يضيق عليها المسالك جعلني الله وإياكم من أهل دار كرامته ووفقنا لصيام رمضان على أكمل وجه يرضاه سبحانه ويتقبله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر